معنا مباشرة من بغداد عضو مجلس النواب فارس الفارس وستاذ فارس أهلا بك في نشرة أخبار الفلوجة يعني برأيك هل الخارطة التي سربت أو التي أعلنت عن نفسها من تحالفات سياسية وكيانات تلافية تمثل مفاجئة للرأي العام إلى حد ما بسم الله الرحمن الرحيم تدعي نحييك ونحيي جمهوركم الكريم أقول حقيقة التقرير اللي تفضلت به لم أسمعه بالكامل ولكن سمعت جزءا منه لعل الكثير من ما ذكرتم هو ما يجري على الساحة فعلا وهي قريبة من التحالفات التي تجري حاليا أو التي أعلن عنها وأما قولكم بالتسريب أي أنه الموضوع لم يحسم نهائيا باتجاه أي من الكتل ولكن الواضح حقيقة مثلا كتلة الدكتور رياد علاوي مثلا مع الدكتور صالح المطلق والدكتور سليم الجبوري صار تحالفهم واضح لعل أبرز ما يميز تحالفات الجديدة هو مثلا انشقاق حزب الدعوة وتفرح حزب الدعوة إلى كتلتين كتلة يقودها العبادي والدكتلة يقودها المالكي هذا طبعا شيء جديد على موضوع الانتخابات أو تشكيلات التحالفات السياسية في ساعاتها الأخيرة لا أظن أن هناك الكثير من المفاجآت ما زالت الكتل الكبيرة هي بذاتها هي عينها برغم أن تشضيها يعني الملاحظ في هذه الدورة الانتخابية هو تشضي الكتل الكبيرة إلى كتل أصغر وتفرعات أصغر وتعدد طبعا هذا موجود في كل الجهات في كل الجوانب لكن حالة التشضي أستاذ فارس طبعا حالة التشضي ربما سمت الكتل السنية أكثر منها للكتل الشيعية أليس كذلك؟ بالنسبة للكتل التي تمثل يعني الاتحاد القوى العراقية التي هي مثلا الآن كتلة ياد علاوي التي تزعمها ياد علاوي وكذلك الكتلة التي تزعمها الأستاذ أسام النجيفي والشيخ خميس الخنجر وكذلك قد تظهر كتل أخرى طبعا أكيد موجودة على الساحة ولكن لم تكتمل يعني صورها وأوجهها كذلك التشضي قد يكون للأسف في بعض الكتل الجديدة التي قد لا تكون يعني ذات خبرة كبيرة على الساحة أو في مفهوم الانتخابات وقد ترى أن نأي بنفسها وحيدا ودون تحالفات كبيرة لأمور وأسباب طبعا تخص كل تشكيل سياسي نعم أقول في ساحتنا هناك ظهور لأحزاب سياسية جديدة كثيرة وقد يكون التنوع قد يخدم نوعا ما بشكل أواخر المسيرة ولكن لحد الآن طبعا قانون الانتخابات الذي ستعمل به الانتخابات غير محسوم هل سيعمل بالقانون القديم الذي هو 1.4 على سانت ليغويا طبعا أو على المعدل المعدل الذي هو تقريبا تفقت الكتل السياسية على 1.7 أي يحتاج إلى كتل كبيرة لكي تحصل على مقعد في الانتخابات يعني في رأيي كان المفروض أن يحسن موضوع قانون الانتخابات قبل الولوج أو في موضوع التحالفات طبعا القانون يحدد للكتل السياسية النهج الذي ممكن أن تنهجه والسلوك الذي ممكن أن تدخل به للانتخابات قانون الانتخابات ولكن ضيق الوقت ضيق الوقت في نعم وعفوا فقط للإستدراك أكيد أكيد نعم هناك نقطة مهمة يعني ينبغي أن تناقش الآن لا سيما مع الكتل التي كانت ولا زالت تطالب بتأجيل الانتخابات نظرا للظروف الموضوعية المتعلقة بالنازحين والمدن المنكوبة بعد إقرار التحالفات ووضوح خارطة الكيانات السياسية هل قضية تأجيل الانتخابات صارت من الماضي؟ وأصبحنا أمام واقع حقيقي أن تعقد الانتخابات في آيار المقبل سيد العزيز لنكون واضحين بصراحة للأسف والكتل التي تطالب بتأجيل الانتخابات هي بصراحة لنسميها كتل اتحاد القوى والكتل السنية وحقيقة وجود معارضتها أنا أستغربها كان بيدهم أن يؤجلوا الموضوع قبل التصويت على مفوضية الانتخابات قبل الذهاب أبعد ليس إلى أن حصر الوقت وأن أبدي وكأن عملية المطالبة بتأجيل الانتخابات وكأن أصبحت لدى الشارع وكأنها مزايدة لغرض الانتخابات وتعليت صوت بأن غيور على مصلحة مكوني وأفراد وجمهوري الذين ينتخبوني أتوقع الآن المفروض تؤجل الانتخابات على شروط التي اشترتها مجلس الوزراء أن تحقيق شروط معينة حصر السلاح بالدولة إرجاع النازحين تهيئة الأجواء الملائمة للانتخابات أمور كثيرة عادية يعني أنه يحقق انتخابات نزيهة من الناحية الفنية واللوجستية أمور كلها تتهيئ في رأيي هذه الأمور التي حدد فيها مجلس الوزراء الشروط لإجراء الانتخابات الآن أصبحت على جنب ما يؤجل الانتخابات أو لا يؤجلها هو رأيي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هل هي قادرة؟ هل إذا تهيئت شروطها هي؟ ليس شروط مجلس الوزراء شروط مجلس الوزراء وكأنه صارت رذل الرماد في العيون للحفاظ على أنه أيها النازحون أيها المناطق المحررة أيها المنكوبون إذا مجلس النواب ما اتفق على قانون الانتخابات فأني أقدر أعود إلى القانون القديم بمناسبة الحديث عن موضوعة المفوضية المفوضية حتى الآن لم تقل في تصريح صحفي على صفحتها الرسمية بأننا أغلقنا باب تسجيل الكيانات والتحالفات السياسية هل هذا يعني بأن الباب لا زال مفتوح بالإمكان أن يؤجل هذا الموضوع بضغط سياسي من جهة معينة؟ طبعا تأثير الكتل السياسية على المفوضية أكيد موجود وكذلك المفوضية يجب أن تراعي وضع الكتل السياسية في موضوع التحالفات فأتوقع الموضوع التحالفات السياسية سيستمر إلى مثلا نهاية يوم السبت قد يكون يمدد هذا الموضوع أو بداية يوم الأحد إلى ساعة معينة أصور ما زال الوقت في فسحة من هذا المجال خصوصا أن مجلس النواب سيد العزيز يعني هذه الانتخابات تجري على قانون على موعد يقرر ويجب أن يقر من قبل مجلس النواب إلى الآن موعد الانتخابات الذي اقتر حتى الحكومة بالتنسيق مع المفوضية لم يقر من قبل مجلس النواب إن شاء الله ليس يوم 12 ويوم 13 ليكون يتأخر يوم أو يتقدم يوم يفترض وفق القانون السياقات الصحيحة أن يصوت البرلمان على الموعد النهائي لحد الآن لم يصوت البرلمان لحد الآن البرلمان ما زال يقول أن يناقش قانون الانتخابات هناك كذلك لا ننسى أنه الوضع الاقتصادي العراقي والدعوات للإصلاح الاقتصاد فيه وتشذيب الدولة التشذيب من ناحية هيكل تنظيمي للدولة دمجنا وزارات ولا لا دمجناها في سبيل التقشف في سبيل تقليل المصاريف ونحن من التقليل المصاريف والتشذيب فيها يمكن هذه المعادلة رح تتعدل لكي تنظيمي للدولة واقتصاد مجلس المحافظة إذا تسمح لي مجلس المحافظة المفروض يقل عدد وكذلك مجلس النواب وفق قانون وفق تشريع يعاد لكن إلى الآن الاثنيا لم تشرع ولم تحجز رغم من أنه قانون مجالس المحافظات يمكن بقى على نقطة وحدة والمضي بالتصويت كانت هناك نية بالتحسين النوعية التي تقود مجالس المحافظات بصفتها مجالس تنفيذية تحتاج إلى نياس مهنيين فطلبنا أنه تعديل الشهادة كان واحد من ضرورات إنجاز أنه عضو مجلس المحافظة يجب أن يحصل على شاهدة البكالوريوس حتى يتقدم للانتخابات بحد ذاته هذه رح تتوقف إذا رجعنا على القانون القديم المشكلة الأهم سيد العزيز نحن في كل الانتخابات دائما تجد الشعار الرئيسي هو التغيير لكن هذه الدورة الكل يطالب بالتغيير مع محاربة الفساد محاربة الفساد ابتداء يجب أن تكون من أن تكون انتخابات عادلة ونزيهة ونبتعد عنها عن التزوير حتى ننتج صوت الشعب أنه صوت اللي اختار الشعب وتكون المخرجات العملية الانتخابية مخرجات أنا لي أفهم الآن من كلامك أفهم الآن من كلامك عفوا أكو يعني مشكلة في شكل العملية السياسية القادمة نظرا لتراجع مفهوم الإصلاح ومفهوم التقشف وإلى آخره والوضع الاقتصادي بصورة عامة من وحي هذه الفكرة أريد أسألك يعني إحنا جمهورنا لا زال نازح مناطق منكوبة الكتل السياسية اللي رح تدخل بالانتخابات كتل متشضية كيف يمكن أن نتصور شكل التمثيل السياسي السني أو للمحافظات الوسطى والشمالية في مجلس النواب المقبل أمام هذه المعطيات المعقدة والله للأسف لا أتفائل كثيرا يعني لا في نوعية لا في عدد من يمثلنا وأنه العدد طبعا هذه طامة كبرى يعني في موضوع الانتخابات ومطالبتنا للتأجيل أن نحافظ على عددنا وعلى نسبتنا ضمن مجلس النواب أو في مجالس المحافظات وخصوصا في المناطق المشتركة وهذا ما دعينا أخواننا في اتحاد القوة أن يساعدوننا أن نحاول نجد كل طريقة لتأجيل الانتخابات إلى حين عودة الاستقرار إلى حين ضمان تحديث السجلات وتحديث بطاقات الناخبين حتى نحفظ عدد الأعداد اللي يتمثل نسبتنا أو نتمثل جمهورنا هذه أول وحدان متأكد سيكون بها خلل وننحصل على هذا الكافي الذي يناسب حجمنا أو حجم وتمثيل مكوننا اثنيا حتى النوعية نوعية التي ممكن أن يمثل جماهيرنا حقيقة ستكون علامة استفهام لأن الظروف بما أنه غير مستقر ظروف مستعجلة هذه ستترك للمال السياسي للسلطة للفساد لعمليات التزوير لمن يدهي طولة طولة ليست بالحق وبتقديم الأفضل بقدر ما هو القدرة على التواء على المقوانين القدرة على التغلغل في مفاصل الدولة أو إدارة جهة معينة دون الأخرى هذه ما رح تنطين انتخابات نزيهة شفافة ولا رح يكون صوت الناخب مصان بالشكل المطلوب أو بالشكل الأمثل اللي تتوقع الجماهير فارس الفارس عضو مجلس النواب كنت معنا مباشرة من بغداد شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً لك